في مركز خرغوز لتعاون الحدودي الدولي بين الصين وكازاخستان في منطقة إيلية الكازاخية ذاتية الحكم شهدت مجموعة الصحفيين من وسائل الإعلام الأجنبية على ممر الربط بين الصين وكازاخستان وزاروا عدداً من الشركات في المنطقة وفي معهد سينديان للعلوم الإسلامية في أورومتشي تعرف الصحفيون أكثر عن ظروف تشغيل المعهد وتركت جهود سينديان في حرية المعتقدات الدينية وحماية الميراث الثقافي انتباعاً عميقاً لدى الصحفيين نشرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية أكاذيباً حول شينديان وأقترحوا أن يأتي الجميع إلى شينديان شخصياً وأن يروها بأعينهم وأن يجربوا شخصياً حتى يتمكنوا من معرفة الوضع الحقيقي هنا وفي كل مكان ذهب إليه الصحفيون تواصلوا مع السكان المحليين وجعلت إنجازات شينديان في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب والإزدهار الثقافي هؤلاء الصحفيين الأجانب يبدون إعجاباً صادقاً أكيد وما لاحظت أن هنا عناية كبيرة بالإنسان وكلما اعتنت سياسة أو قيادة بالشعبها فهي تسجل حضور كبير في الذاكرة والتاريخ